السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم ولكن نتكلم فيه في هذا الفيديو عن المستبعدون من النادي الأهلي وقائمة النادي الأهلي أمام فريق حرص الحدود في الدوري العام المصري فخليكم معنا لغاية أخر الفيديو عشان تعرفوا مين هم اللي استبعدهم مارسي الكولر من قائمة النادي الأهلي أمام نادي حرص الحدود فاستبعب مارسي الكولر المدير الفني للنادي الأهلي تسع لعبين من قائمة الفريق التي ستخوب مباراة حرص الحدود في بطولة الدوري العام المصري وبيلعب النادي الأهلي مع فريق حرص الحدود في مساء الخميس على ملعب استاذي القلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة 16 في بطولة الدوري العام المصري واختتم النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الأربعاء من أجل الاستعداد لمواجهة حرص الحدود وتطلع الفريق الأهلاوي تحت قيادة المدير الفني مارسي الكولر لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار التألق من أجل استعادة صدار الترتيب الدوري العام المصري وقرر مارسي الكولر استبعاد التسع لاعبين القاتي أسماءهم فمحمود عبد المنام قهربة وبرونو سابيو وأيمن أشرف ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو وشادي حسين ومحمد هاني ورقفة خليل وأحمد نبيل كوكا ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق بيرامدز إلا أن الأهلي متبقي له ست مباريات مؤجلة وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن المستبعدون من قائمة النادي الأهلي أمام فريق حرس الحدود ففي النهاية المدير الفني للنادي الأهلي مارسل كولر بيلعب بسياسة التدوير في الفترة الأخيرة نظرا لأن الموسم القروي المصري طويل جدا وربما يكون هناك بعض الإصابات لبعض اللاعبين وربما يكون هناك إرهاق للاعبين آخرين وربما يكون على المدير الفني أنه يريح اللاعبين حتى يستمروا معه طول الموسم القروي الشق دائما في كرة القدم المصرية وده اللي بيعمله مارسل كولر في الفترة الأخيرة أنه بيستخدم سياسة التدوير في المباريات فبيلعب ببعض اللاعبين ويريح بعض اللاعبين عشان يقدروا أنهم يكملوا معه الموسم لغاية آخره وبالذات أنه عنده تلت بطولات مهمة جدا وهي بطولة الدوري العام المصري وبطولة كأس مصر وبطولة السوبر الإفريقي وأيضا في شهر 12 عنده بطولة مهمة جدا وهي بطولة كأس العالم للأندية عشرين تلاتة وعشرين فعشان كده المدير الفني مارسل كولر بيلعب بطريقة معينة وهي طريقة سياسة التدوير مع عدم اللاعب في مراكز كتير عشان ما يخسرش تناصق وتناغم الفريق اللي دايما بيكسب المباريات في الفترة الأخيرة فعشان كده لو شفنا الأسماء اللي مريحها المدير الفني أو مستبعدها المدير الفني مارسل كولر من التشكيلة هتلاقي محمود عبد المنهم قهرباء لاعب مهم جدا ومؤثر جدا ومفتاح لاعب مهم في الفترة الأخيرة وحطة أنه هو يلعب بيه كل المباريات ربما قد يحدث له إجهاد وبالذات أنه لسه راجع من مباراة المنتخب المصري اللي سجل فيه هدف أمام جنوب السودان فراحة هذا اللاعب مهمة جدا في هذه الفترة برونو سافيو بقاله فترة كبيرة بعيد بسبب إصابات وبسبب الحالة الفنية بتاع برونو سافيو فطبيعي أنه هو يستبعد أيمن أشرف هو أساسا كان قال أن أيمن أشرف من الناس اللي رقم خمسة في التشكيلة في النادي الأهلي عند المدفعين فهو مستبعده كل البعض في الفترة الأخيرة ومش مهتم به من بداية المسم وده لأسباب فنية محمود بن تولي كانت صاب وأقاء أو قيلة أن الإصابة بتاعته هتاخد ثلاث أسابيع على الأقل محمد الضوي كريستو لسه راجع من معسكر منتخب تونس وغير كده هو ملعبش مع النادي الأهلي مباريات كتير كذلك شادي حسين قصرة الإصابات والحلاء الفنية اللي بعيد عنها مخلياء براء التشكيل ومحمد هاني كان مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة فلذلك برضو قرر أنه يستبعد عن التشكيلة اللي هتقود مبارات حرس الحدود أما كل من أحمد نبيل كوكا ورقفة خليل فكلهما في حالة إصابات فرقفة خليل لسه راجع من إصابة والحالة الفنية لسه ما جابهاش عشان يقدر أنه يلعب اللقاء أما أحمد نبيل كوكا فكان في منتخب مصر وأيضا لسه الحالة الفنية بتاعته ما جابهاش أنه يلعب المباريات القادم لذلك لو لاحظنا الأسماء المستبعدة كلها هنلاقي أن كل اللاعبين لهم الحق أن هما يستبعدوا من هذه المباراة وبالذات أن مباراة حرس الحدود مش مباراة قوي جدا نادي حرس الحدود لو خسر هذا اللقاء هتأكد رسميا من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى فالمباراة مش صعبة عشان يلعب بلعيبة يخسرها في هذا اللقاء وكذا هو عمل الصح واضح من خلال اللي احنا شفناه في هذه المباراة أنه استبعاده لكل من محمد هاني واللاعب كهربا يدل على أن المدير الفني بيفكر بشكل جيد جدا أنه هو يحافظ على كتير من اللاعبة لأن كهربا واللاعب الآخر النجم محمد هاني لسه راجعين من معسكر المنتخب المصري فما يخسرهمش في مباراة ربما تكون سهلة على النادي الأهلي وسهل أنه يفوس فيها فلذلك اختار الأوراق اللي تكسبوا هذا اللقاء وفي نفس الوقت ما يخسرش لعبته المهمة جدا في الثلاث بطولات القادمة سواء كانت باقي مباراة الدوري العام المصري والصبر الأفريقي وبطولة كأس مصر وأيضا في شهر 12 بطولة كأس العالم للأندية عشرين تلاتة وعشرين ففي النهاية الأهلي قادر على الفوز على فريق حرص الحدود بمنتهى السهولة ولذلك على النادي الأهلي أن يحافظ على لعبته المهمة للمبارايات الأقوى من مباراة حرص الحدود وياريت تكتبونا في التعليقات كم ستكون نتيجة بمباراة الأهلي وحرص الحدود وهل الأهلي قادر على الفوز بدوري العام المصري في هذا الموسم أم لا وكذا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين